موسيقى السلام عليكم أهلا بكم مع فيديو جديد ودرس جديد من قناة بيست إيتر هنكمل فيه برنامج أدوب برمير بورو سيسي 2019 كنا تعلمنا في الدروس السابقة ازاي نعمل مشروع جديد او project جديد وازاي نسميه وتعلمنا ايضا بعض من وجهة البرنامج وتعلمنا ازاي نعمل import للمواد وملفات داخل البرنامج وازاي نعمل sequence او timeline جديد وتعلمنا ايضا بعض من البنلز اللي موجودة داخل البرنامج زي effects وزي effects control ياريت اللي ما شافش فيديوات السابقة يشوفها ويطبق معنا اول باول حتى يستفيد واللي عنده اي سؤال او اي استفسارات ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنت يلا بينا نبدأ اليوم سوف نتعلم ازاي نعمل تحريك العناصر للمواد داخل البرنامج او ما يسمى بالkeyframe يلا بينا نطبق ونشوف ازاي الموضوع ده هنيجي مسلا هنا ناخد صورة اي صورة انا مسلا هياخد الصورة ديت طبعا انا عشان احط الصورة على timeline زي ما قلنا سابقا ممكن اعمل drag and drop او right click واقول له new sequence from clip زي ما تعلمنا في الدروس السابقة طيب اي دلوقتي حطيت الصورة او ال image على timeline لو الصورة او ال image يفتوها بالحجم الكبير ده ازاي ارجحها للحجم الاصلي اللي اتنسم مع البرنامج في طريقتين لعمل هذه الخطوة اما عن طريق write click على الصورة واقول له هنا scale to frame size set to frame size set to frame size برجعها لي بنفس حجم ومقاسة البرنامج المتعارف عليه ده لو كانت الصورة كبيرة مسلا ادوس كده ترجعها للصورة بالحجم الطبيعي طبعها طيب ايه الطريقة التانية اللي ممكن ارجع الصورة لحجمها الطبيعي ايضا انا هيجي هنا اعمل selector الصورة طبعا واجي هنا من قائمة افكت كنترول واجي على هو مية بايجي انزل في واحدة واحدة الحاد ما ليه بينزل معايا الصورة وليها عملت fit او scale لنفس حجم الصورة بالشكل ده يبقى كده انا زبطت الصورة لو كانت كبيرة مع الاعدادات الخاصة بالبرنامج بحيس تكون عاملة fit مع الصورة او بنفس اعدادات الصورة اللي قدامي طيب لقطة انا زبطت الصورة بحيس تكون بنفس الشكل اللي قدامي طيب ايه هو بقى الكي فريم او ازاي اعمل الكي فريم او لو انا عايز احرك الصورة دي من الشمال اليمين او من اليمين للشمال او من فوق لتحت او عايز اعملها rotation خفيف سواء rotation من اليمين او من الشمال او ايضا من فوق او من تحت ازاي اعمل كل الكلام ده ده ان شاء الله نتعلمه بالتفصيل في الدرس ده طيب ادلوقتي عايز اعمل الاول ايه حتحريك للصورة دي طيب ان يجي هنا من effect control هنلاقي فيه الموشن طبعا في الموشن في تحت الposition وفي الrotation وفي الanchor point وفي الanti flicker filter وفي ايضا الايه الاوبستي طيب ازاي اعمل اناميت للصورة او تحريك للصورة طبعا هتلاقوا هنا في حاجة دي او الانيميشن دي لما تلاقي الانيميشن او الانيميشن جنب اي حاجة من الحاجات دي او جنب اي ادات من الادات دي ده معناه ان انت ممكن تعمل اناميت للحاجة دي يعني مسلا هنا في الposition جنب ممكن اعمل اناميت للصورة عن طريق الposition ممكن اعمل اناميت للصورة عن طريق واضح عن طريق الrotation وبقية الحقيقات دات الموجودة عندنا بس اهم حاجة ترى ما فيه الساعة او دي ودي موجودة في اغلب برامج الادوبي زي الافتر افكت وغيرها ده معناه ان انت ممكن تعمل اناميت للصورة او تحرك الصورة زي ما انت عايز طيب هاي دلوقتي ممكن ابدأ في تحريك الصورة عن طريق الposition ممكن احرج الصورة زي ما قلنا يمين شمال او فوق وتحت طيب ازاي اعمل او ازاي احرك الصورة زي ما انا عايز انا مسلا دي دي بداية الصورة انا مسلا هيجي هنا في الصورة دي وعشان اعمل او اول عن طريق position لازم ادوس على ال stopwatch. ادوس على ال stopwatch هتلي تغيرت لونها للون الازرق وهنا عملتلي نقطة تبع يعني معنى كده ان دي بداية او بداية المؤثر هيبدأ من اول هنا لو مؤثر انتقاله. لان كيف ريم زي ما انتم عارفين هو المكان او اللوكيشن اللي بيكون موجود على التايم لاين اللي بيبدأ فيه بحد اللي فيه مدى البداية ومدى النهاية للمؤثرات الصوت للمؤثرات الانتقالية. فدي طبعا بدايتنا عن طريق بداية المؤثر يكون عامل ازاي. طيب انا في الاول هنا عايز مسلا الصورة دي تكون برا الشاشة خالص. بايجي عن طريق اللي هو فيه طبعا. وبايجي عن طريق هنا. واخلي الصورة بحرك الصورة كده زي ما انتم شايفين. بحيس بخليها برر كدر نهائيا. واجي مسلا بعديها بشوية. وارجع الصورة. عايز ارجع الصورة بدون ما احرك كده واحدة واحدة. ارجحها ازاي? ممكن عن طريق ترجع الصورة زي ما كانت في الاول بالزبط. لو انا عملت مسلا كده تلاقي الصورة رجعت ووضعها الطبيعي زي اللي كانت عليها. طيب. يبقى انا كده اول عملته ان الصورة كانت برا. وبعدين الصورة واحدة واحدة بتدخل معايا لحد ما تيجي لحجمها الطبيعي. طيب. عايز اتي اسبت الصورة شوية بحيس تدخل وبعدين تثبت شوية وبعدين تروح للجانب الاخر. اعملها ازاي دي. انا عملت هنا. ده الاول اللي هو كان برا وبعدين دخل من شمال اليمين وسبب. عايز اسببته بروح شوية كده واعمل تاني ايضا. ازاي اعمل بيكون بنفس الاعادات ونفس ممكن عن طريق عن طريق حاكتين. بس الطريق الاسهل لانا ايجي هنا عن طريق او واقول له اد كيفريم. هو هنا اعمل لي كيفريم بحيس هو يدخل من الشمال اليمين واحد ما تبقى الصورة في وضعات طبيعي. ثم هيثبت شوية ثم هقول له حرك هولي بعدين للنفس الاتجاه الى برا. باجي اعمل حرك لحااد ما تروح الصورة برا الشاشة نهائياً. بكده عملت انا عندي اربعة كيفريم. اول كيفريم زي ما انتو هتشوفو نرعب الصورة. طبعا الصورة زي ما انتو شايفين سريعة لان الكيف ريمات قريبين من بعض. ودي قاعدة لازم نعرفها. كل ما كانت الكيف ريمات قريبة من بعضها بيكون الصورة اسرع او بتكون الحركة سريعة وسريعة جدا حسب ما انت عايزها تكون ازاي. وطبعا كل ما بعدت الكيف ريمات من بعضها بتكون الصورة ابطأ. انا مثلا هبعد الكيف ريمات من بعضها عشان تشوفو الفرق حمل ازاي. نيجي نلعب الصورة تاني. دي برضو ايضا سريعة. ممكن خلال الحركة النائية ابطأها شوية بحيس الصورة تزبط شوية قدامي. نيجي نلعب تاني بلاي. الصورة دخلت سبتت شوية وبعدين خرجت. ممكن ايضا دي او معاملها كده شوية. ابعدها بحيس الصورة تزبط اكتر معايا. ونيجي نلعب تاني. الصورة دخلت سبتت شوية وبعدين خرجت. طيب ده كلام جميل. انا ممكن ايجي اعمل عند الكيف ريمات دي كلها بحيس اخلي الحركة اكسر اا سلاسة او اكسر نعومة بحيس بدأ ما يخش زي عملة زيت بتبطأ كده او اا مش داخلة بسلاسة اكتر او نعومة اكتر بعمل لها حاجة اسمها اا بيزير. البيزير ده زي الموجود في الافتر افكت اللي هو ايزي ايز. هنا موجود البيزير. فالاو عملت لها بيزير انا هتلاقي الشكل ده تغير للشكل ده بحيس بتخش ويعمل انتقال باكسر سهولة واكسر سلاسة واكسر نعومة. نيجي نلعب بليه تاني ونشوف. طيب انا ممكن اعمل حاجة تانية. ممكن عن طريق الانيميت. ممكن مع البوزيشن اعمل اي انيميت لأي حاجة انا عايزها معها ايضا. زي الاسكيلينج زي الروتيشن وتفر الحاجات اللي انت عايزها في الصورة تكون ازاي. طبعا دي بتيجي بالتجربة انك تقعد تجرب وتشوف انت عايز الفيديو بتاعك يكون عامل زي او عايز الصورة بتاعتك تتحرك ازاي. سو او اي حاجة. انا هنا بشرح مبدأ كيفريم او الكنسيبت تبع الكيفريم وانت على اساس وبيتطبقه مع اي حاجة من العادات اللي انت عايز تحطها او تضيفها على الصورة. طيب احنا عملنا قلنا الكيفريم تبع البوزيشن. طيب انا دوتا عملت الكيفريم تبع البوزيشن. ومسلا حابب ارجع الوضع الطبيعي الصورة الطبيعية او حابب امسح كل الكيفريمات دي. ازاي اعمق الحركة دي او ازاي امسح كل الكيفريمات دي بسرعة. بايجي هنا عن طريق الستوبوتش. وبدوس عليها. هيقول لي معناها الرسالة دي. معناها الرسالة دي ان انت بيقول لك انك هتمسح كل الكيفريمات اللي تعملت في البوزيشن. هل تود انك تمسحها او هل تود الاستمرار في انك تمسحها. لو انت عايز تمسحها طبعا هتقول له اوكي. مش عايز تمسحها هتقول له cancel. انا هنا طبعا همسحها لشان اعمل الميتا عن طريق السكيل بعد كده. فهقول له اوكي مسحها. هنا مسح لي الكيفريمات زي ما احنا قلنا ورجع لي الصورة لوضعات طبيعي. او اللي ما كانت عليه بدون اي مؤسر او بدون اي كيفريم. طيب دوت احنا عملنا كيفريم للبوزيشن. حابين نعمل كيفريم للسكيلنج على سبيل المسال. طيب كيفريم على سكيلنج برضو نقول نفس الحركة. بنينجي هنا نعمل هنا الاول نصغر الصورة شوية علشان نشوفها. وانا عاملها ازاي في الحركة او في السكيلنج زي ما احنا عايزينه. طيب ايش اني عامل سكيلنج انا عايز اعمل الانيميت الاسكيلنج. زي ما قلنا زي نعمل كيفريم ان احنا بندوس على الساعة او نلتقى الانيميتشن. بندوس على ضغطة بيعملنا الكيفريم او النقطة تبع الكيفريم. طيب الوقت اعملت كيفريم امشي قدام شوية. عايز اعمل كيفريم هنا بحيس عايز اكبر الصورة اللي امامي شوية بحيس يكونش فيه بلاكات في الجوانب دي كلها وتكون الصورة بحجمها الطبيعي او اكبرها شوية بحيس تغطي حجم الشاشة. اعمل كيفريم ازيتين. زي ما قلنا ممكن اعمل عن طرقتين. اما اعمل كيفريم من هنا. وبعدين اعمل الرقم اللي انا عايزه او اعمل على طول الرقم اللي انا عايزه هو يعمل لي كيفريم على طول. انا كده بكبر حد ما يجي صورة اندولفن. وممكن ابعدها شوية عشان الصورة عم تبقى سريعة قوي. والصورة تاخد لها باكسر سهولة او اكسر سلسة. انا طبعا بعدت هنا الكيفريم ده عم بعضهم البعض بحيس تكون الصورة في الحركة اكسر سلاسة واكسر نعومة بدل ما تبقى سريعة او يزادة عن الزوم. طيب نيجي نشوف هنا عملت ازاي. نرعب لي. صورة داخلة زوم. طيب وزي ما برضو مش عايز الكيفريم دي او حايب ارجع للصورة من العراض طبيعي برضو بادوس على الساعة والستوبوتش بقوله اوكي برجع لي للصورة الى حجمها طبيعي زي ما كانت في الاول. طيب انا دلوقتي حايب اعمل كذا كيفريم مع بعضهم البعض او كذا انيميت للصورة ما بعضهم البعض زي بوزيشن مع سكيلينج مع وبستي اعملها ازاي دي ايجي مسلا هنا واقول اعايز اعمل سكيلينج للبوزيشن فقوله كيفريم في البداية وايجي هنا شوية كيفريم في البداية دي اخليها مسلا الصورة برا نهائيا خلي برا كدر نهائيا زي ما انتوا شايفين كده بعدين امشي قدام شوية واعمل كيفريم تاني واقوله خلي الصورة تظهر معايا وامشي قدام شوية تاني واقوله خلي الصورة تثبت معايا شوية وبعدين امشي قدام شوية تاني حد القرب النهاية واقوله خلي الصورة تروح اعكس او تكمل طريقها الناحية التانية. كده انا عملت اربعة كيفريم وايجي برضو زي ما قلنا بحدد ازاي كيفريمات مع بعضهم. نبقى امشي قدام الدراج كده سيليكت مع كلهم بعض بيتعمل سيليكت مع بعضهم وبعد ما اجي عدى اي واحدة منهم قل ريت كليكت واقوله من هنا واقوله بزير. بحيث بتكون اكثر ثلاثة نومة زي ما قلنا. طيب هنا الصورة تدخل معايا كده وتثبت شوية وبعدين تروح كده. طيب عايز اعمل نفس الانيميت هنا مع الاسكيل. بحيث الصورة بتخل هنا وهي بتثبت اعمل لها زوم شوية او اكبر الصورة شوية معايا. اعملها ازاي لي? باجي هنا عند الكيفريم اللي هو التاني وباجي هنا على الاسكيل وباجي هنا اقوله خلي الصورة هنا تكون كبيرة معايا شوية او خلي الصورة نفس الرقم زي ما هو ثمية وتلاتين. وتيجي على الكيفريم التاني وتقوله كبر الصورة شوية حيث تيجي على الدولفن. وبعدين في الاخير تخرج بالشكل ده. او ممكن لو انا عايزة ارجحها تاني تكون صغيرة زي ما كانت في الاول. هاجي هنا واقوله اعمل لي كيفريم ثالث. وصغر الصورة زي ما كانت بحيث تخرج تكون صغيرة. وبرضو باجي هنا انا بعمل select 3 مع بعض واقوله خليهم بزير. وانيجي نشوف اعملت ازاي الحركة ليه. الصورة دخلت. تكبر معي على الدولفن. تصغر معي وبتخرج. دي طبعا ببدأ الوكيفريم او اساسيات الكيفريم. الوكوينسيب تبع الكيفريم. ممكن برضو اجي هي عاملة هنا عن طريق الوباستي. اللي انا ايجي تكون عاملة ازاي الصورة. مسلا تكون هنا عن طريق الوباستي. لو بيجي برضو اعمل على stopwatch واقوله select. واجي هنا واقوله خليها خمسين. وبيجي بعد شوية واقوله مسلا خليها خمسين ايضا. وبيجي هنا قرب الاخر واقوله خليها على حركة خليها مية. نيجي نشوف عملت ازاي. داخلت الوباستي كبرت. وعملت مية. وخرجت. طيب بجاتا عملت كيفريم للوزيشن. وعملت كيفريم للسكيل. وعملت كيفريم للوباستي. طبعا اقدر اعمل كل كيفريم او كل المؤسرات دي مع بعضها من بعض. زي ما انتم شايفين بالشكل ده او زي ما انا عملتهم بالشكل ده. طبعا لازم تجربه كل الحاجات دي بالتفصيل. على حسب الحاجة اللي انت عايز تعملها في الفيديو تابعك او في الصورة تابعك. على حسب الطلبات اللي عمل اللي بتعمله او على حسب الفيديو اللي انت بتخرجه او اللي انت بتعمله منتاج زي ما انت عايز. طبعا يجب تجربه كل الحاجات دي واللي عنده اي استفسار او اللي عنده اي سؤال يريد تكتبلي في الكومنت وان شاء الله هرد عليه على طول. ان شاء الله. كانت هذه نهاية درسنا اليوم وهو هتعلمنا ازاي نعمل او ازاي نحدد ازاي نعمل اكتر من مع بعضهم البعض وازاي نحرك الصورة اللي امامنا. طبعا بيتحرك مع الصورة مع الفيديو ايضا. لكن اليوم انا علمتكم ازاي نعمل او انا شرحت ازاي نعمل على الصورة. طبعا ان شاء الله في الدروس القادمة سوف اعملها ايضا على الفيديو. وان شاء الله خلال درسين او ثلاثة كمان ممكن نعمل برويجكت صغير او مشروع صغير ونعمل برويجكت كامل من الصفر للنهاية طبعا بشكل احترافي. بعد ما كنت علمنا الحاجات الاساسية او اللي بتأهلنا او بتساعدنا لحنعمل مشروع جديد او برويجكت جديد بكل احترافية وبكل مهنية زي ما احنا عايزين. طبعا ياريت ما تنسوش اللايك وسبسكرايب دعما منكم للقناة للاستمرار ان شاء الله. وكونوا معنا في الدروس القادمة. واستنوني ان شاء الله في الدروس القادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة